ولسه مكمليم معاكم في حالة جديدة ورقام تلفلاتنا هي 2-18-10-8-66 الاسم اس 1-9-9 صفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090 ومعانا على التليفون الدكتورة شامد دهبي اهلا يا دكتور اهلا اهلا يا دكتور بيجد بنورانه في 9090 وفي حالة جديدة حبيبة قلبي تانكي سو مات دكتور محمد يؤمرنا ان دكتور محمد غالي اوي 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 على قلبي لا انت حبيبتنا يا شامد والله حبيبتي بجد وثانكي سو ماتش يا في دبي او رادي وعندها ميتنجز لقتي وثابت الميتنج عشان تخش معنا على الهوى ده حاجة مفيش احلى من كده حبيبتي محمد دي دي ديرف دي ورل وبناخليك وبناخليك وليلي بقى شامد احنا عماني نتكلم ويعني نتكلم على التجميل والفيلر ومقاييس التجميل والفيلر والنزابان الفيلر كان المفهوم مختلف عن دلوقتي ومع العلم ان دلوقتي الفيلر والبوتكس بقى واقع عايشينه بوسيا الستة معاكي من اشتر البكاترة اللي انتجتها مش بس مصر الوطن العربي لانه التجميل هو مش مجرد بس حقنة فيلر وبوتكس هو مش مجرد ده هو اهتمام هوليستيك بالبشرة بالكواليتي بتاعة الجلد علشان النتيجة تبقى طبيعية عشان نحافظ على نفسنا بشكل طبيعي لانه احنا خدنا بالنا ان الناس اللي استخدمت فيلر بس واوفريوز كمان استهلاك زيادة بتاع الفيلر بقى شكلهم عمل ازاي وده خلى يبقى فيه رد فعل كمان وحش للاجيال اللي طالعة ما حدش عايز يبقى شكله عامل كده فبقى فيه وعي اكتر يمكن من ناحية التجميل ان الناس اللي عايزة يبقى شكلها طبيعي بسبب اللي حصل والاستهلاك الزيادة فالأبروتش بتاع العلم الحديث اللي دكتور محمد بيطبقه بشكل رهيب اللي هو الاهتمان بالكواليسي الجلد وده بيبقى محتاج دكتور فعلا فاهم جلد وفاهم بشرة عشان كده انا بحبه قوي بحترم قوي الدكترة الجلدية اللي فاهمة الجلد وفاهمة ازاي تعالج الجلد وازاي تخلي الجلد يبقى الكواليسي بتاعك كويسة وبعد كده بيعملوا correction بيعملوا touches بالفيلر بكميات قليلة علشان كتر استخدام الفيلر مدر للبشرة يعني ده وجهة نظري طيب شام انا يعني ملاحظة برضو ان مصر ما شاء الله بقت متفوقة في حاجة زي دي يعني الناس بيجونا من بره من الدول الاوروبية اشتر تكاثرة جلدية في العالم بالنسبالي المصريين شفت بقى كم شفت كم شفت اشتر تكاثرة جلدية في جسر عارسة ليه علشان اول حاجة كليات مصر كليات مصر سواء قص عيني او عين شمس او الازهر او تنتا كل الجامعات اللي في المحافظات حقيقي بيطلعوا الدكتور عنده clinical experience مش موجود مش هتكلم على المنهج لانه اكيد بره برضو عندهم مناهج يمكن في جامعات بره مصابقنا في حتة ان المنهج بيبقى برضو فيه حتة الاستاتيكس والليزيز وهم في الجامعة احنا هنا لسه الدكتور بيكتهد وبيدرس بعد ما يتخرج من الجامعة الاستاتيكس والليزيز بقى لوحدها يعني كأنه بياخد دكتورات هاني في الحاجات الحديثة والتجميل وده يعني محتاج دكاترة شطرة وحقيقي دكتور محمد انا مش بقول كده عشان بجامله عشان بديله حقه لانه هو من اشتر دكاترة اللي انتجتها مصر الوطن العرب يعني ده حقيقي يعني ده حقيقة يعني انا بقول الحقيقة مع ان دكتور محمد ده ما بيشتغلش معايا على فكرة احنا اصحاب على المستوى الشخصي خالص خالص يعني احنا اصحاب وانا بقدره جدا 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 وفخورة بيه وفخورة باللي هو وصله وبالجهد اللي هو بيكتهده فنتكلم على السلينكال اكسperience بكاترة اللي في مصر احنا في مصر عندنا يعني الحمد لله شعب كبير قوي فالدكتور لما بيعمل الريزيدنسي بتاعه الامسياز بيشوف عدد حالات غير مسبقة في اي دولة تانية في اروفة في امريكا في اي حتة حتى في الخليج احنا في مصر حقيقي الاكسperience اللي بيتبني عند الدكتور يعني الاكسperience انا بشوف ده اللي بيخليه يبقى في شطارة لفل تاني يعني متميز يا شام شكرا ليك ونورتينا ويا شام بصي انا على المستوى الشخصي بحبك وفخورة بليك لا باقولك ايه انا انا حكيت سر للدكتور محمد ابو حديد حيقوله لك اشو ما ينفاشل قوله على الهوة ايه بصدفت هقوله الله اه يعني حاجة من بمن انا جايلة انا جايلة اه من بمن يعني شامل الده بعملت ايه فهو هيحكولك وان شاء الله توعدين ان انت بتبقي معنا في حلقة هنا في حلقة جديدة على ج سين سين شكرا ليك شكرا ليك شكرا ليك بريبا برمع الفي سلامة شكرا عليك